وتستمر الطبيعة في مفاجأتنا فسبحان من خلق لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله عرقسوس في مواجهة الفيروسات التاجية فما هو المركب السر الذي يعطي لجدور عرقسوس القدرة على مواجهة هذا النوع من الفيروسات ما هي الطريقة الصحيحة للاستعماله دون ضرر؟ وما هي موانع استعماله؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله يرجع السر وراء قدرة جذور عرقسوس على مواجهة الفيروسات التاجية إلى مركب يدعى حمد الجليسغيزيك أسيد جليسغيزيك هذا الحمد الذي يعتبر من المكونات الأساسية في جذور عرقسوس وقد أثبتت الدراسة التي تم عملها على عينات تم عزلها من مرضى السارس على قدرة هذا المركب على منع تكاثر الفيروس أي منع النمو الفيروسي للسارس ويعمل حمد الجليسغيزيك على تقوية جهاز المناعة من خلال تحفيزه لعمل الخلايا المناعية هذه الأخيرة التي تعمل على إنتاج بروتين مهم جدا ينتمي لها إلى كبيرة تدعى السيتوكينات وهو الانتيرفيرون هذا البروتين المهم جدا الذي يملك قدرة التدخل في منع ثكاتر الفيروس عن طريق حماية باقي الخلايا من العدوى وقبل التعرف عن الطريقة الآمنة لإستعمال جذور عرقسوس وعن موانع استعماله فلنتعرف أولا عن العلاقة بين أهم مكونات جذور عرقسوس وهو حمد الجليسغيزيك وبين أحد مستقبلات فيروس كورونا والذي يدعى لا سيودو وهذا النوع من مستقبلات فيروس كورونا أي لا سيودو لا يتواجد فقط على مستوى الرئة بل يتواجد في أغلب أنسجة الجسم فمستقبلات فيروس كورونا من نوع السيودو توجد في الدماغ الأنف الغطة الدرقية القلب الرئة الأمعاء المبيضين الخسيتين والكليتين وهذا ما يفسر شعور بعض المصابين بأعراض مختلفة لا تقتصر فقط على الجهاز التنفسي ولكن ما العلاقة بين حمد الجليسغيزيك المكون الأساسي لجذور عرقسوس وبين مستقبلات فيروس كورونا من نوع السيودو التي تتواجد في أغلب أنسجة الجسم كما سبق الدكر الجواب بشكل مبسط هو أن هدف الفيروس هو الالتساق بمستقبلاته ومن بين هذه المستقبلات وكما سبق التوضيح توجد مستقبلات لا سيودو وحمد الجليسغيزيك له القدرة على الارتباط بهذه المستقبلات أي مستقبلات لا سيودو مما ينتج عنه عدم قدرة الفيروس على الالتساق بمستقبلاته وبالتالي عدم قدرته على الدخول داخل الخلية وبما أن جذور عرقسوس تحتوي على كورتزون طبيعي فهذا يعني أنها مضادة رائعة للالتهابات ومن بينها التهابات الجهاز التنفسي كالالتهاب الرئوي والتهاب الشعب التنفسية لمرضى الربو كما تلعب جذور عرقسوس دورا كمضاد هستامين وهذا يعني أنها مفيدة للحساسية بشكل عام ومنها حساسية الصدر والربو التحسسي كما يفيد عرقسوس في التخفيف من السعال المزمن والتهاب الحلق وهذا ما يفسر تواجد عرقسوس في بعض المستحضرات الصيدلانية الخاصة بالسعال أما فيما يتعلق بموانع استعمال عرقسوس والطريقة الأمنة للإستفادة منه دون ضرر فالمرجو التعامل معها بالجدية اللازمة يمنع عرقسوس على مرضى الضغط الدموي المرتفع وعلى مرضى القلب والأوعية الدموية يمنع عرقسوس على المرأة المرضى والحامل فعرقسوس قادر على التسبب في خطر الولادة المبكرة كما أن الدراسات أثبتت أن الأمهات اللواتي استعمال عرقسوس أثناء الحمل بجرعات كبيرة عانى أطفالهم من ضعف في القدرات الإدراكية إذا كنت حاملا أو مردع فانسى عرقسوس يمنع عرقسوس على مرضى تشمع الكبد وعلى مرضى الكلا كما يمنع على مرضى التهاب الكبد السفراوي ولكنه غير ممنوع على مرضى التهاب الكبد الفيروسي من نوع سي عرقسوس مفيد جدا لمن يعاني من التهاب الكبد الفيروسي من نوع سي بشرط أن يكون المصاب لا يعاني من مشكل احتباس السوائل وعرقسوس ممنوع عموما على كل الأشخاص الذين يعانون من مشكل احتباس السوائل يمنع عرقسوس أيضا على كل شخص يعاني من نقص البوتاسيوم وعلى ذكر نقص البوتاسيوم لا تنسوا أبدا قصة الرجل الخمسيني الذي قتلته حلوى عرقسوس كيف ذلك؟ تناول هذا الرجل كميات كبيرة من حلوى العرقسوس لمدة أسبوعين دون انقطاع وهذا يعني أنه تجاوز الجرعة الآمنة من حمد الجليسيغيزيك المكون الأساسي لعرقسوس والمكون الأساسي لهذه الحلوى مما أدى إلى انخفاض شديد في البوتاسيوم مع ارتفاع في الضغط الدموي وفشل في العدلات بما فيها عدلة القلب وكما يقول المثل المشهور في علم السموم كل شيء سام ولا شيء أسام ما يحدد السمية هو الجرعة ما هي إذن الطريقة الآمنة للاستعمال جذور عرقسوس؟ وبالنسبة للاستعمال عرقسوس كوقاية طبعا للأشخاص الذين لا يعانون من المشاكل الصحية الصابقة الذكر الطريقة هي كالتالي يتم إضافة كأس ماء مغلي جيدا إلى ملعقة متوسطة من عرقسوس يدرك لمدة 15 دقيقة ثم يتم تقسيم هذه الجرعة على الوجبات الثلاث أي يتم الشرب ثلث الكأس وراء كل وجبة ويتم تكرار نفس الطريقة لمدة ثلاث أيام متى يمكن إعادة تناول هذه الجرعة؟ الجواب في الشهر الموالي وهكذا أي ثلاث أيام كل شهر ولمن يرغب باستعمال عرقسوس كعلاج مثلا لمشاكل الجهاز التنفسي كالتهاب الرئى وحساسية الصدر والعدوى الفيروسية أو مشاكل الجهاز الهضمي كحمودة وقرحة المعدة وجرثومة المعدة وقرحة الـ 12 والالتهابات بشكل عام وغيرها من المشاكل الصحية التي يعالجها عرقسوس والطريقة هي كالآتي يتم إضافة كأس ماء مغلي جيدا إلى ملعقة صغيرة فقط من عرقسوس يترك لمدة 15 دقيقة ثم يشرب مرة واحدة في اليوم لمدة 4 أسابيع فقط ولا يجب تجاوز هذه المدة وحبّد لو قمتم بمراقبة ضغطكم الدموي أثناء هذه الفترة من باب الاحتيار أما الأدوية التي لا يجب تناول عرقسوس معها فتأتركها لكم في صندوق الوصف اشتركوا في القناة